قال رحمه الله بعد ذلك والأثمان هذا النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي الأثمان والأثمان وجمع ثمن والأصل في الأثمان أنها تطلق على كل ما يتخذه الناس ثمناً في بيعاتهم ومعاوضاتهم هذا المقصود بالأثمان كل ما يتخذ الناس ثمناً في بيعاتهم ومعاوضاتهم إلا أن الفقهاء يقصرون ذلك على الذهب والفضة ولذلك يقول بعضهم زكاة النقدين والمقصود بالنقدين الذهب والفضة لأنها أصل الأثمان وبالتالي الأثمان المقصود بها الذهب والفضة كما ذكر المؤلف رحمه الله ولكن ما عداها اختلفوا في إلحاقه كالفلوس أي العملة المعدنية من غير الذهب والفضة والأوراق النقدية في الزمان المعاصر اختلفوا في إلحاقها بالذهب والفضة لكن الإجمع منعقد على وجوبها في الذهب والفضة واختلفوا فيما يقوم مقام الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة أو لا من الفلوس وهي الأثمان المعدنية العملات المعدنية وكذلك العملات الورقية ترجمة نانسي قنقر